وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتمدت نتيجة تقدير العيانة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحادي ذكرت الوزارة أن نتيجة تصحيح العيانة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية الأولى بلغ عددها 19.535 طالب وطالبة أصفرت عن نجاح 17.750 طالب وطالبة بنسبة 90.9% حصل 119 طالب وطالبة على الدرجات النهائية للمادة بنسبة 67 من 100% من إجمالي العيانة العشوائية